خش بقى على موسم جديد للنادي الأهلي بطولة جديدة تبدأ النهارده مباراة ان شاء الله استكمال لبطولات النادي الأهلي للموسم اللي جاي بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري وان شاء الله تكون من نصيب النادي الأهلي بإضافة بطولة قرية جديدة احنا بنتكلم على بطولة قرية النهارده السوبر الإفريقي بطولة قرية علشان ندية الفارق مع ريال مدريد الأسباني العالمي أيوا زي ما حضرتكم عارفين احنا بننافس ريال مدريد على الأكثر تتويجا في العالم بإذن الله بإذن الله احنا بنسعى دائما للصدار لأن هو ده النادي الأهلي النادي الأهلي مفيش كلمة مستحيل لما بندخل أي بطولة بيبقى الغرض ان احنا ناخد البطولة دي احنا كنا متصدرين قبل كده وبعدين ريال الأكثر تتويجا طبعا وبعدين بطولات ريال مدريد زادت فبالتالي زادت وبعت في المرتبة الأولى نادي ريال مدريد ان شاء الله ان شاء الله وحدة وحدة بس كده النادي الأهلي يستعيد الصدارة مرة أخرى قبل ما نبدأ ونتكلم مع حضرتكم في المباراة وأحداثها الفنية والتيكتيكية قناة الأهلي زي ما عودتكم دايما موجودة في كل مكان مع النادي الأهلي في السعودية وفي روع النادي الأربعة في أهل الجزيرة أهل مدينة نصر أهل الشيخ زايد أهل التجمع طبعا معانا شبكة مرسلين كبيرة معانا محمد توفي من السعودية معانا مريم سميح من مقر نادي الأهلي بالجزيرة سالة حامد مقر نادي الأهلي بالمدينة نصر معانا هانا أبو القاسم مقر نادي الأهلي بالشيخ زايد معانا روزان ناصر مقر النازي الأهلي بالتجمع وإن شاء الله إن شاء الله لما يكونوا متحيين حنتواصل معهم مباراة طبعا صعبة برغم الفوارق الفنية هنتكلم برضو على الفنيات وبداية الموسم وأن موصلناش لسه لا أحسن حاجة الفرقتين زي بعض الدوري ما بدأش فيه مصر والدوري ما بدأش في الجزائر والفرقتين فيه بدايات الموسم يعني نقدر نقول إن هما في فترات الإعداد يمكن التحاد العاصمة الجزائري لعب مباريات ودية أكتر من النادي الأهلي لعب خمس مباريات ثلاثة في تونس في معسكر وفي تونس واثنين في الجزائر النادي الأهلي لعب مباراة في النمسا ومباراة في مصر إنما إن شاء الله نتمنى إن الموسم ده يبقى زي الموسم اللي فات وأحسن إن شاء الله نروح لزميلنا محمد توفيق موفد قناة النادي الأهلي في السعودية ونعرف منه آخر الأخبار قبل انطلاق المباراة مباشرة سهل خير كابتن أيمان تحياتي ليكوا لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان كل سنة وحضركم جميعا بخير موسم جديد وبإذن الله يبتدي ببطولة قرية زي ما حالك قلت يا كابتن أيمان وإن شاء الله تكون يستكمل للخمس بطولات بتوع الموسم الماضي بكل البداية إن شاء الله ببطولة جديدة تضاف الرصيد النادي الأهلي والوصول للرصيد التسعة من بطولة السوبر الأفريقي مباراة طبعا في غاية الأهمية ولكن هنا الأجواء أكثر من رائعة في مدينة الطائف بالمملكة العباس السعودية بداية من الاستقبال الرائع من الأشقاء هنا وفي السعودية كمان جمهور النادي الأهلي اللي عامل حالة أكثر من رائعة كابتن أيمان مش بس في الطائف ولكن في المملكة بالكامل جمهور النادي الأهلي منذ ليلة أمس بدأ يتحرك من المناطق البعيدة من الدمام والرياض والقصيم وكمان من مكة وجده النهاردة بدأ يتحركه إن شاء الله جمهور النادي الأهلي يكون في ظهر فرقته ويفضل دايماً زي ما كلنا متعودين وعارفين شعارنا كلنا جمهوره دا حماه ويكون موجود النهاردة بإذن الله في الملعب الرئيسي لمدينة الملك فهد الرياضية هنا بالطائف وبإذن الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي وإذن الله النهاردة نتوق بلقب تاسع لطولة السوبر الأفريقي يمكن الفريق كابتن آمن استعادات أكثر مرة هنا يمكن فريق خاط حصتين تدريباتين على الملعب الفرعي دي مدينة الملك فهد هنا في الطائف مثل المرسل الكولر يمكن كل الكبيرة وصغيرة عن فريق اتحاد العاصمة تم يعني مراجعتها مع اللعبين تم مناشط فيديوهات وطقطحها ومشاهدتها من خلال اللعبين كمان يمكن في خلال التدريبات يمكن نراكز بشكل كبير جداً على الجانب البدني ويمكن أنهى التدريبين كابتن آمن سواء الأول أو الثاني بالتدريب على رقلات الترجح خاصة ان المباراة احنا عارفين ان المباراة قد يعني ان شاء الله ده ما يحصلش يعني بس المباراة في حالة انتهاء بالتعادل هيكون فيه رقلات جزاء مباشرة حسب لقاحة البطولة بإذن الله رب العالمين يمكن زي ما حالك كلمت في بداية كابتن آمن ويعني تقديم العزاء لضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا يمكن كمان الاتحاد الأفريقى النهاردة عبناء على طلب من النادي الأهلي هيكون فيه النهاردة دقيقة أحداد بإذن الله قبل بدء المباراة على أرواح الشهداء جميعاً يمكن كمان الجانب السعودي هنا استيبال أكثر من رائعاً زي ما قلت لحضرتك كل الأمور ميسرة بإذن الله رب العمين تواصل دائم مع رئيس البعثة الوزير العامل فاروق رئيس بس التنادي الأهلي ونائب رئيس مجلس الإدارة اللي موجود معنا من أول يوم كل الأمور بيتم تزليلها بشكل أكثر من رائع كمان النهاردة وصل عدد من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ خالد مرتاجي عميني السندوق الأستاذ محمد الضماط وأستاذ طرق أنديل الدكتور محمد سراج والأستاذ محمد الجرحي كلهم موجودين هنا مع بعثة الفريق فندق لقامة استعداداً بإذن الله للتحرك لملعب المباراة يمكن يومنا البتدى النهاردة بدلاً كابتن عيمن الفطار كان 11 الصبح بعدها بقت تدريب الخفيف في الفندق كان فيه تمام السنة 11.5 من بعدها كل البعثة صلت الجمعة داخل فندق لقامة هنا فيه تمام الساعة الوحيدة يمكن الفريق تناول وقبة الغداء فيه تمام الخامسة وحالة الوقت حضرتك الفريق بيستعاد للمحاضرة الأخيرة اللي مستر مرسل كولر هيتكلم فيها عن كل النقاط الفنية الأخيرة وآخر اللمسات على التشكيل والخطة اللي يخود بيها المباراة بإذن الله رب العالمين وبإذن الله سبع لربح هنتحرك إلى ملعب مدينة الملك فهد هنا بمدينة الطايف كل التوفيق وكل دعوات جمهور النادي الأهل بإذن الله إن شاء الله نبدأ بطولة كبيرة فأول مباراة في الموسم وإن شاء الله كلها النهاردة نكون منتصرين وأبقى النادي الأهل دائما في المقدمة كابتل عيم